السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله الله تعالى وبركاته حديثنا الليلة عن مفهوم السعادة وطرق الوصول اليها لا شك باننا كلنا نحلم ان نكون سعداء السعادة هي اهم ما في الوجود هي حلم يراود كل انسان منذ قديم الزمان لان الحياة هي صراع احيانا تكون فيها لحظات جميلة هادئة سعيدة ولكن احيانا اخرى تفاجئنا هذه الحياة بمحطات ولحظات فيها حزن واسى او ربما قد نواجه ضغوطات وصعوبات يومية او قد نواجه حالات من المرض او من الفقر وقد تكون هناك ربما حالات طبيعية غير سليمة كالحروب وكالجفاف وبطالة هذه امور كلها كثيرة كل واحد منا الا وله نصيب منها تعكر عليه صفو حياته يريد ان يكون سعيدا في نفسه مع اسرته مع عائلته ولكن تقع اشياء معينة فتخلق لنا ضغوطات وصعوبات واحزان واسى فنفتقد للسعادة ثم نبدأ نبحث عنها اولا قبل ان نفصل في موضوع السعادة وان شاء الله الحلقات المقبلة ستكون معظمها في هذا الاتجاه بغينا نعرف اشنا هو المفهوم دي السعادة هي الحقيقة ان هناك مفاهيم كثيرة كل واحد من الناس الا وله تصور معين للسعادة واحتى الفلاسفة الكبار والاتجاهات الفكرية الكبرى في العالم لها تصورات مختلفة فمثلا عدنا ما يسمى بالاتجاه الليبرالي الاتجاه الليبرالي الان كتمثل امريكا واوروبا بما فيها فرنسا والمانيا واسبانيا والبرتغال وغيرها من الدول بريطانية وغيرها كل هؤلاء يسمون اصحاب الاتجاه الليبرالي هؤلاء عندهم حتى تصور خاص في الحياة كتغلب عليه النزعة المادية فيظنون بان السعادة هي ان الانسان يستطيع ان يحقق الاشباع المادي للجسد كاللحظ بان التعليم ديالهوم والتقافة والاعلام في اوروبا وامريكا هو ما جاورها الهدف الاساسي ديالهوم وهو الحصول على الاستهلاك اننا نستطيع ان نوفر لكل فرض حاجيته الاساسية والانسان يريد ان نعيش حياة فيها فيها رغض فيها رفاهية يكون عنده اخر صيحة في الهاتف النقال اخر موديل في السيارة اجمل شكل في هندسة البيت وهكذا سفريات ولقاءات حميمية وغيرها كل ما يتعلق بالاشباع المادي للجسد هم يظنون بالنادي السعادة لكن الان في هذا العالم الغربي كالقوا بان الناس غير سعداء في الغالب الاعم لانهم فعلا يحققون درجة كبيرة من الرفاهية درجة كبيرة من تحصيل اللد ولكن كتلقى بان نعلم امراض نفسية كثيرة كتلقى بان المستشفيات الامراض النفسية تفوق بكثير المستشفيات الامراض العضوية هناك مصحات كثيرة وعادي ان الانسان هناك كي يزور طبيب نفسي مرات متكررة كل شهر لماذا لانه لم يشعر بالسعادة التي يبحث عنها اي فعلا هو حصل على الرفاهية حصل على اللذة لكن السعادة لم يحصل عليها لانه في الختام وصل الى انه يعيش في عالم الاستهلاك والموضع وانه مجرد آلة للاستهلاك كالقول اتجاه المضاد للاتجاه الليبرالي وهو ما يسمى بالاتجاه الاشتراكي او الماركسي او غيره لكي تمتقل الان روسيا وما يضر حولها الناس عندهم الثقافة الماركسية اليسارية السعادة بالنسبة اليهم في ماذا في جوهرها هي قائمة على عدم الرضا وعدم القناعة بنظام العالم كما هو يعني الانسان اليساري الماركسي السعيد الناجح المثالي هو كل صباح كتلقاه كيكتب مقالات في الجرائيد او في وسائل الاعلام كلها تنديد بنظام العالم بان غياب العدالة الاجتماعية غياب الحرية غياب تكافؤ الفرص كيتكلم على الليبرالية المتوحشة كيتكلم على هو هكذا كيبقى هكذا سعادته حتى ان بعض مناظرين لما سئلوا الى الى اين تسيرون قال لك نبقى هكذا حتى كنموت ناخد مثلا في ديلغاسترو ولا واحد العداد الكبار المناظرين في الفكر اليساري هو دي من حامل بندقيته ودائما هو في حرب وهنا غنفهموا لماذا اليوم كين هاد الحرب لكين حاليا بين الروسيا واوكرانيا هي امتداد لهذا الاتجاه الليبرالي المضاد لاتجاه الماركسي اليساري قائم على الصراع كالقوا بان في خضم هذا النوع من الصراع كالقوا الكثير من الناس صاروا يعيشون في تحب وفي ضمك لهذا اللي كتب الحركة الفكرية العالمية غد يلقى في الضرفة الراهنة انتعاش ما يسمى بالحركة البودية البوديون كانوا في اهد قليل يلاشي خمسين مليون الاحساء الرسمي الان ما يزيد عن خمسمية مليون يعني واحد العدد كبير جدا وشكنوا هما الاتبع دياله من جميع انحاء العالم ذوك الناس اللي شعروا بنوع من الاسع القابل انه مش لعالم الاستهلاك توفر لي كل شيء ولكنه لا يشعر بالراحة يقول لك انا الروتين يقتلني انا الرتابة تدبحني انا كنشعر ببرودة العواطف انا كنسأل لماذا انا موجود انا لم احقق السلام الداخلي فكت القوم يمشيوا الى المعسكرات البودية اللي ولت الان كثيرة ولت تجارية عبارة عن فناضح قبرى كيقوموا بما يسمى بتقوس الفلسفة التأمل اللي هي كتكلم على الغياب الواعي للألم يسموها كده الغياب الواعي للألم ان الألم الداخلي كنحاول انني اغيب عنه والمحاولة بالاتحاد مع الوجود كونه هذا الوجود الله على المطابعة وهناك يلقوا بان هؤلاء الناس معظمهم اما شباب اللي يشعر بالصدمة من هذا العالم واما رجال اعمال كبار حققوا ارباح ولكن وصلوا الى الانهيار او اما ملكة جمال او عارضة ازياء كتلقاهم ربما وصلوا الوحد للحظة للأسى والانزعاج كل واحد يقلب على السعادة في جهة ما يلقاهاش ايضا كنرجو الى اهل الايمان من اهل الاسلام احنا الحمد لله ربونا سبحانه وتعالى اكرمنا بنعمة الايمان وبنعمة الاسلام وكفى بها نعمة العلماء الفقهاء الفلاسفة المسلمين يقول لك السعادة باختصار لبغاها تتلخص في ماذا في معرفة الله عز وجل كل ما استطعت ان تتعرف عن الله جل جلاله تشعر بالسعادة حاول تفكر شكون هو الخالق ومن هو هذا الخالق وتعرف عليه في صفاته واسمائه وجلاله ولطفه وغير ذلك من الامور تشعر بالسعادة والسعادة تكون ايضا في التصالح مع الاقدار ان الانسان يؤمن بان هناك شيء في الدنيا اسمه القضاء والقدر نتصالح مع اقدارنا كنقول قسمة ونصيب وكنحاول ما امكان نرضى بالمقسوم نرضى الله يجعل البركة الحمد لله على كل حال يقول لك هذه اعظم الخيرات قريبا من اهل الايمان في الاسلام كنلقوا بعض الناس ايضا في المسيحية او في اليهودية كيتكلموا على ان السعادة كتكون في محبة القدر ومحبة الله في المسيحيين بعض الرهبان كيتكلموا بحبة الله بلا نهاية نحبه بلا حدود نمجده بلا كلل ولكن كيستضموا بالتشوه لمفهوم الالوهية من اللي كيوصل الابن والاله والنسوت واللهوت كيوقع عليهم واحد الارتباك نفسي الناس عندهم مفاهيم كثيرة ومختلفة في تحقيق هذه السعادة باختصار منهم من جعلها هي الرفاهية واللدة منهم من اعتبرها هي تخفيف للألم منهم من اعتبرها هي البحث عن حياة كريمة منهم من قال هي السعي الدؤوب والمستمر نحو تحصيل الرزق ومكملات الحياة كل واحد يتصورها عموم الناس في المفاهيم الشعبية هي كيقولك السعادة هي الرضا والسلام النفسي وتقبل الظروف والتكيف مع الأحداث ونرافقها بشيء من المتعاوة والانبساط يعني كتحاول تحقق واحد المتعاوة والانبساط فالجميع البشر منذ القدم إلى عصرنا هذا وكل واحد منا فردا أو أسرة أو عائلة أو دائرة أو دولة أو قطب كل هؤلاء الناس أعراق ومداهب وجهات الكل يبحث عن هدف أساسي من الحياة نهاية الأمر بعدها هذه الخدمة وهذه العمال وهذه الركام كل غرضه واحد وأنه يطلب السعادة منهم من يجدها وهم قليل والكثير منا يطلبها ولا يكاد يجدها لأنه يشعر بأنه في بحث ذؤوب إذا بغنا نتأمل في حقيقة الإنسان هذا الإنسان عنده مخزون كل واحد منا عنده مخزون كبير في العقل اللاوعي العقل الباطن عندنا مخزون كبير من أمور إيجابية وأخرى سلبية وفي الغالب الإنسان كي يقوم يقلب على الأمور السلبية هي لكي تخليه دائما تصعد إلى العقل اللاوعي وكي بقى دائما في صراع مع هذه الحياة هي السعادة كتكون بحل واحد الإنسان غد في الطريق وكي يلقى مطبات في حياته بحل الإنسان غد في الطريق غد يلقى وحد الحفراء غد يلقى وحد الدودان أول حاجة يلقىها كي يحاول يخفف السير يهدئ من سرعة السيارة ثم بعد ذلك يحاول أنه يتفاد الأخطار ثم يعالج هذه الأزمات بالهدوء لكي يخفف من الضغط نحن نريد وإياكم أيها الأحباب الكرام أن تعرفوا أشناه الطرق اللي بها ممكن نحصل على السعادة الطرق هي كثيرة كالقو علماء النفس وعلماء الاجتماع علماء التنمية البشرية علماء التنمية الداتية الناس أصحاب الخبرة في الحياة كل له وجهته وله نظره في تحصيل السعادة يعني رغم الضرفية رغم الأوضاع رغم الظروف خصك تكون دائما تقلب للسعادة وسط الخضم أول نصيحة كي يقول لك أن السعادة هي لا تأتي من طريق الحض أو المصادفة وإنما هي قرار وعي لابد أن تقرر بأن تكون سعيدا أيها الإنسان خصك تقرر بأن تكون سعيدا خصك تعرض بأن التدمر من الأوضاع وتبقى ديما التدمر رغم جلبك دائما المزيد من هرمونات تحاسع الأوضاع ربما قد لا تتغير بين عاشية وضحاها تغيير الأوضاع ربما قد يقض وحد الوقت طويل ولبقى تم تدمر من الوضعية لن تكون سعيدا والعمر يمر وهو قصير جدا فكيقول عليك أن تقنع نفسك بأن بأن تشعر بالسعادة كتقول لي كيف أقنع نفسي كيقول لك كل صباح من لغة فقه كرر يوميا أنا سعيد أنا إنسان سعيد أنا إنسان سعيد أي نعم أنا سعيد سأكون سعيد هذا التكرار اليومي هذا كان يعطيه أوامر للعقل الواعي العقل الباطن وكان يعطيه العقل الواعي بشي فعلا يصدق بأنني سعيد هذه طريقة كيستعملها علماء النفس في إقنع الإنسان كتقول أنا ناجح فعلا أنا ناجح أنا سعيد فعلا أنا سعيد أنا جميل فعلا أنا جميل الحياة طيبة أي كتقنع نفسك كتحاول تقنعها لأنني كتقولها عشرة مرات كيقول ما في التدريب عشرة مرات كتديرها العقل الباطن كيعطيه إشارات ميكرو ميغناطيسية للعقل الواعي وكيقتنع ولكن سعيد شحال دي الناس حاولوا ما أمكن يدروها التفكير هذا وما وصلوا الولو الأولوية في تحقيق السعادة تكون من خلال التقرب إلى الله عز وجل هذه هو السر لأننا نحن صنعة والله تعالى هو صانعنا الصانع المبدع الخالق الوغاد لابد أن نقترب منه كلما اقتربت من الله تعالى ربك يعطيك طاقة روحانية هائلة كترفع منطقة الإيجابية ديالك انت عنك طاقة إيجابية مخزونة ولكن المخزون دياله ضئيل ربك يمدك بطاقة روحانية فترتفع منصوب الطاقة الإيجابية عندك وتقدر تواجه ضغوطات الأزمة الحياة بكل بساطة هذه الأولوية أن الإنسان يقترب من ربه وربنا قلنا أسجد واقترب كلما اقتربت كتشعر بالراحة كتشعر بالهدوء كتشعر بالسكينة كتشعر بالطمأنينة ألا بذكر الله تطمأن القلوب بعد هذا أن الإنسان يحاول ما أمكن يتخلص من الكآبة بهذا الطريقة الكآبة هي عبارة عن بحال وحضلتها سوداء كتكون في النفس يديالك كتخليك تشعر بالبؤس وكتقول أن ما عندي ظهر أنا عندي سوء الحظ كتحاول تتخلص من هذه المشاعر السلبية بقوة الإيمان لأنك تدافع الكآبة روخ ديالله الدواء طبي روما قد حييج قد يغير تتخلص ثم تعود ترجع كندفعها بماذا بنور الإيمان بنور القوة الربانية ثم الإنسان يبدأ يفكر في نفسه شيئا ما الإنسان يحاول يعطي النفس واحد الأولوية أنه الحوار مع الدات نحن نفكر مع الآخر نفكر في المجتمع نفكر في السياسة في الاقتصاد في الفن في الرياضة في الأمور الأخرى ولكن نفسك واش عمرك في التصديق ديالك ونفسك تكلم مع نفسك فكر في السلام الداخلي ديالك هذه ماشي آنانية لا هذي يقول لك كل ما استطعت أنك تتصالح مع نفسك وتفكر لمصلحة نفسك ستكون سعيد أكثر ستكون إيجابي أكثر وبالتالي ستستطع أنك تعطي لأولادك وزوجتك وأحبابك ومجتمعك تعطيهم السعادة لأن فاقدة الشيء لا يعطيه خسك نتفل لولدك سعيد نتفل لول أصلا بحث الطائرة مثلا لما كتكون في الطائرة يقول لك لو قاعد شي ما الطب وبغد الأكسجين ما تعتق شي تعتق ولدك ولا بنتك ولا زوج تحدك أعطق نفسك أولا دير النفس ستل لول عاد ستعتق لآخرين وإلا إنت إلى طحتي ما تقدر تعتق لتوحد أي دفعة إلى الأمام ثم بعد هذا أن الإنسان يحقق ما يسمى بالصفاء الدهني والنفس والعقلي الصفاء الدهني والنفس والعقلي كيف أحققه في الفكر البودي والأفكار الأخرى كي يقول بالتأمل والإشراق الروحي أبدا تبشي أمام مظهر طبيعي جميل إما الغابة وإما إلا بالسجود الصفاء الدهني والنفس والعقلي كي يكون لما كل إنسان يتحاور مع خالقه ويتأمل في ملكوت الله هناك يتحاق لفعلا الصفاء الدهني والنفس والعقلي ثم الإنسان يحاول ما أمكن يقدر ذاته باش تكون سعيد قدر ذاتك لأن كن كن مزاف دي الأعداء النجاح حول الإنسان كي حقموه يقول إش أنت عمرك ما غد تقدر تنجح أنت عمرك ما غد تقدر تفوز أنت عمرك ما غدر شي حاجة في حياتك هذا كي يحقموه إلا كان أي واحد معه واحد مجموعة للإعداء النجاح في المحيط دياله غد يبقى يشعر بالضعف وغد يشعر بالفقر النفسي وبالتالي غير تعيس لابد أن تقدر ذاتك تقدر المجهود ديالك وأنك غد تسعى إلى تنمية المواهب اللي عندك كل واحد منا عنده مواهب كثيرة صغر يحاول نميها من جديد وكتبدأ اليوم ديالك بالابتسامة الابتسامة ضرورية كتمنح الإنسان ومن حول الإنسان طاقة إيجابية الإنسان يكون مبتسم حاول دائما تكون مبتسم لأنه يخفف من التوتر للضغط والشحن الزائد ثم كتحاول ما أمكن أنك تبني علاقات اجتماعية مع الآخرين إنسان بطبعه اجتماعي اللي بغي يبقى غير وحده يستدع لأبواب يقتل العلاقة مع الناس هذا غير تصب بالاكتئاب غير تصب بالوسوس خاصة لابد ينسج علاقات اجتماعية مع الآخرين وطبعا من اللي قت تجتمع مع الآخرين رح تلقى هم عيوب ذاك الاحتكاك اليومي غد يولد عيوب قد لقى هذا ربما أناني هذا هذا فيه طمع هذا فيه جشع هذا فيه أناني وكل واحد لده الصفة وإقبلهم على ذلك إياك والشكوى والتدمر المستمر لأن الإنسان اللي بقى كيتشكى وكيتدمر من الآخرين هذا ما يصلحش هذا فيه عيب رح تلقى ناس كلهم فيهم عيوب هكذا خلقنا الله تعالى رميم كيش لقوا المدينة الفاضلة اللي تكلم عليها أفلاطون أيام زمان غير موجودة المدينة الفاضلة حتى للدار الآخرة بعد الخروج من الدنيا عاد كن هناك جنة النعيم جنة الخلد اللي فيها المدينة الفاضلة أما الدنيا رأى كل عيوب خاصك لا بد تقبل الآخرين زوجتك أولادك إخوتك زمولاءك في العمال الجيران ديالك وخافي معه بالعيوب لا داعي للشكوى علاقات اجتماعية معهم جيدة أظهر لهم الابتسامة أظهر لهم اللطف وأشعرهم بالامتنان لابد أن نمارس التربية دي الامتنان بشكل يومي ثم باش نكون أنا سعيد خاصني لابد نوزع السعادة لمن حولي السعادة كتجي بالتوزيع ماشي بالأخذ راب العطاء المفاهيم المغلوطة عن الناس كيدون بأن السعادة بالأخذ حتى نأخذ أنا نعود سعيد لا لما تعطي غتشعر بالسعادة الباب دي السعادة غتفتح لابد أن توزع السعادة لكل من حولك يعني العائلة الأسرة الجيران الزمولة في العمل مش تلوحد المحل تجاري واحد البقال لقيت الناس وصل المحل البقال كين ابتساما كين امتنان يعني غادي في المواصلات غادي في البيوس أو غادي في الترام كتلقى الناس يمنح السعادة للآخرين هات السعادة ناس كيشعروا بها من الابتسام دي الوجه ديالك من نبرة الصوت ديالك من لغة الجسد خليك سعيد مع الآخرين قل لهم اليوم جميل ولكن اليوم غير جميل يقول لهم غدا ستشرق الشمس يوم جميل كلما اسعدت من حولك كتكون تسعيد وهناك لابد أن الإنسان يحاول أنه يقتسم وجبة الطعام مع الآخرين هذه من أسباب السعادة أسباب السعادة ندير وجبة الطعام مع الآخرين حنا عندنا في التقافات والتقاريد المغربية دائما المائدة الجماعية مش يأكلوا واحد الطبق دياله شاكان فرصوة لا كنديروا واحد قصعة كبيرة واحد طاجين كبير واحد المائدة هذه فيها واحد نعمة لما نشترك ونتقاسم وجبة الطعام مع الآخرين هذا يعطينا السعادة علشي حنا المغربة كانوا من الجمعة الجمعة والدنا وجدودنا تقدروا طقس اللي هو اللي هو أساسي بعد سنة الجمعة كيشتمعوا على وجبة الكسكسو هذه الكرة ما تخليك عمرك تخليك تعيس كيسموها سونا ماروكان قصعة كسكسو فيها الأنواع السبعات الخضاري والناس واكلين شاربين وفرحانين كتشعر بواحد النوع من كتطرد الكآبة من نفسك ثم كتحاول ما أمكن أنك من غير العائلة والحباب كيناس خلالين أخرين لا علاقة لك بهم ناس ضعفاء إما هناك مرضى إما أن هناك أناس اللي هما عندهم ظروف صعبة ونتعطيك الله وحد القوة أعطيك الله تعالى وحد الرزق كتحاول تخفف الآلام على الآخرين أعمال تطوعية أعمال خيرية أنشطة إنسانية لابد أن يكون عندك واحد نصيب لكي إشد نفسه فقط أرى عمره ما قد يكون سعيد رأى السعادة لا تتحقق بالأخذ وإنما تتحقق بالعطاء وكلما الإنسان ساهم في الأعمال تطوعية لأنشطة الإنسانية والخيرية كيكون أكثر سعادة وكيسى مشاكل اليومية كل هذا يقتضي من الإنسان أنه يكون متجدد كل صباح يقول أشرقت شمس يوم جديد كل يوم هو يوم يوم سعيد هو عطاء إلهي هو فرصة جديدة كل يوم كتشرق في الشمس ربك يعطيك فرصة جديدة لتستفيد من أخطاء الماضي وتبدأ صفحة جديدة وهذا طبعا يقتضي منك أنك تحافظ على نفسك أولا الصحة النفسية المناعة النفسية أيضا هذه المناعة النفسية باش تحققها قد تكون لابد أنك كتسعى إلى الرياضة الرياضة اللي هي المشي أو الركض كتخلك حيوي كل مادة الرياضة كتكون تفرز هرمونات كتزيد من طاقة الجسم ثم كتتابع نظام غدائي اللي كيكون صحي كيزود الجسم بالمواد الصحية كتشعر بالتحسن النشاط خلال اليوم الأسباب هي كثيرة ومتعددة بغنكم أيها الأحباب الكرام ونفتح النقاش معكم واشنتم ما سعداء أو أنكم تبحثون عن السعادة بالنسبة إليكم كيفاش كتتحدوا الصعوبات الحياة أي نعم كلنا نعيش هذه المشاكل إما غلاء المعيشة إما ضعف القدرة المالية على صرف المعيش اليومي ربما المشاكل الصحية إما إحنا مراض أو العائلة دينا مراض إما الخلافات العائلية نزعت بين الزوج والزوجة بالأولاد فيما بينهم الإخوة والأخوات نزعت إما حالة الرتابة الرتابة والروتين اليومي يخلق واحد النوع مبقاش لأحد المتعة في الحياة إما وإما كل نفسه ضره كل نتلقى ضره مع إبليسه مع شيطانه كي يسوه الأسباب السيئة يوقع في الدنوب الخطايا يوقع أيضا في تعاس أكبر بينكم أيها الأحباب الكرام تفتحوا لنا قلبكم وتحكيوا لنا تجربتكم في الحياة باش نستفدوا منها ونأخذوا منها العبرة ونأخذوا من العظاء لغاية دينا أننا من لنسل الحلقة نشعروا بأننا استطعنا أننا نتقدم خطوات إلى الأمام وكل يوم ندير حلقة جديدة هكذا غايتنا أن نتقدم إلى الأمام في الدين وفي الدنيا وربنا سبحانه وتعالى هو المستعان السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله